لتقرير التقرير دوت من عزبة عبد الحميد نصر في منطقة قسيم محافظة الجيزة عندهم شكوى مستمرة من انقطاع متكرر لمياه الشرب لما الميا بتيجي كمان في الوقت اللي هي المفروض يعني بيكون فيه ميا بيبقى طعمها وحش جدا وبتكون ملوسة خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نعلق مع حضراتكم عليه الميا عندنا في انقطاع عشبه مستمر في معظم مناطق قوسيم ولما بتيجي حوالي الساعة 10-11 بالليل وطيطاعتين الصبح بعد الفجر بتبقى المياة الضغوب بتاعتها ضعيفة احنا بنحب نوجل بس سؤال للسادة المسؤولين عن شركة الميا هل المواطن في قوسيم متزي المواطن في بيئة المناطق التانية في المهندسين وفي الدق وغيرها احنا عاوزين بس نشرب كوب ماء نظيف والله حضراتك احنا من نص رمضان بنشتكم الميا الماء على طول صفرة وبتتقطع كتير وبتسبب دعب للاطفال الزغيرين ورئيز الشركة اشتكناها كذا مرة لنائب العام ورئيز جهاز حجمية المستقلك وما فيش حاجة خالص وهو متعنت ان لازم يزينا ويزي اولادنا الميا بتجي وحشة الناس بتشتر الميا الميا بتجي غالية الناس مش عارفة تعيش لما كل حاجة غالية والميا بتجي بالقلوفات يا ايش ازاي الميا بتجي وحشة الميا قال لي بات النهاردة بيدفع 4000 جنيه والميا احنا بنشتر الميا يرضى الميا لا يرضى ربنا ولا يرضى المصل بقالنا كم سنة جايين هنا مفيش ميا بتاع دي جاي مجاري خالص والميا تقطع من اداني الفاجر من اداني الفاجر لحد اخر تاني يوم بندفع ميا والميا صفرة زي الزفت وتقرف كلبي مش حلو بنروح نشتري ميا من بعيد علشان ان نشربها مش مش لاقيين ميا بطرطل ميا بطرطل ميا بيجين بيجين ايه بالشهر يعني ما رضى اشرب بنا وما بنستعملهاش يعني احنا بستعملهاش وما بناخدش منها ميا ومن الفاتورة تيجي وقولك شكاة ومحاضر هو دي اللي بناخده من الحكومة قليل اول لما بتيجي مرة بيضة او ان احنا نعرف نشرب بس حتى في الشرب هي مش منرتحين لها ما بنقدرش على كل دارات او على الحاجات التانية ان احنا نجيبها او تنقلنا الميا فبنتر ان احنا نشرب من الحنفية وتبقى ملواتها موسيقى موسيقى موسيقى